اشتركوا في القناة انتم واحبابكم ومن حولكم طبعا ما حبيت انه انا اسجللكوا التوقعات بالصوت بدون ما ابين واطرح عليكم السلام وامس عليكم وحبيت انه بداية الفيديو تكون هي المقدمة لحركة الكواكب لهذا الشهر انه احكيها فيديو وباقي التوقعات او تكملت التوقعات تكون صوت ع اساس اني وعدت انه في توقعاتنا الشهرية رح اكون بتسجيل فيديو ولكن الظروف شوي تمنع وقدر الامكان لازم اكون بينكم طبعا بالنسبة الى توقعات شهر اثنين هي توقعات رح تكون مقصوم لقسمين طبعا بتعتمد على كوكب الشمس كوكب الشمس معروف انه هو موجود في برج الدلو من عشرين واحد ورح يستمر تواجده في نفس البرج لغاية 19 اثنين بس بالنسبة الى الكواكب الثانية رح تتنقل في منها رح يتنقل بداية الشهر وفي منها رح يتنقل في وسط الشهر في منها رح يتنقل في اواخر الشهر في حركات فلكية رح تكون للكواكب نبدأ في البداية مع كوكب عطارد لانه هو تقريبا الاسرع بين الكواكب بالتحرك طبعا كوكب عطارد زي ما انتم بتتابعوا في التوقعات اليومية انه موجود في برج الدلو رح يظل موجود في برج الدلو لغاية 3 اثنين بعدها رح ينتقل لبرج الحوت ولكن اللي رح يصير الشهر هاد هو في عملية التراجع عملية التراجع هاي رح تبدأ يوم 17 اثنين رح يتكون في نفس الحوت رح تستمر عملية التراجع لغاية 10 اثنين بكون تراجع ورجع لبرج الدلو مرة ثانية بس برجع بطريقة عكسية طيب في ناس رح تسأل دول طيب هو الكوكب اللي ماشي هاد برجع يعني فيه كوكب هيك وبرجع لورا ولا ايش هو المقصود في انه كوكب برجع او بتراجع هو المقصود انه هو بصل لمدار يعني بصل في المدار في الدورة تبعته لمنطقة بصير بطيء فيها بالحركة فهاي المنطقة اللي بصير هو بطيء فيها بالحركة بتصير الكواكب الثاني اللي موجودة بتمر من جنبه بشكل اسرع فلو تخيلنا انه هذا بيمشي هيك هذا بيمشي اسرع منه فبصير بتبين للكوكب الاسرع منه انه هو بتراجع بمعنى اخر سيارة ماشي على طريق لما تمر سيارة من جنبها اسرع منها مش بتبين السيارة اللي على جنبك هاي انها بترجع لورا هاي هي مقصودة عملية التراجع طيب ايش تأثير عملية التراجع خصوصا على عطارد لانه عطارد هو اللي بتراجع ثلاث مرات في السنة وهذا اول تراجع لاله عطارد كوكب الاتصالات كوكب المواصلات كوكب السيارات كوكب التنقلات كوكب التواصل كوكب الامتحانات كوكب البديهة كوكب العقل كوكب الابتكار كوكب الفكر طيب لما بتراجع شو يعني معناته شغلة سلبية على كل هدول اللي احنا حكيناه طيب معناته اللي منحذر منه انه في فترة التراجع هاي بصير في تشويش تفكيرنا مش منتظم مش معتدل فيش تركيز بعديها بصير في عنا نوع من انواع الاخطاء الفكرية بصير خربطة على مستوى العملة على مستوى الاسعار العملة على مستوى البورصة على مستوى الاقتصاد تحديدا يعني فجأة بتلاقي ارتفع فجأة بتلاقي العملة نزلت فما بيكون في ثبات عشان هيك منحكي للناس اللي تشتغل في العملة او في البورصة او في الاسهم بالفترة هاي بدهم يكونوا حذرين جدا لانه ممكن توقعاتهم ما تصيب معهم ويكون خسارتهم بشكل مفاجئ فبدهم يكونوا منتبهين طيب علينا احنا شو بتأثر علينا كبشر تأثيرها علينا كبشر انه احنا بصير ما فيش عنا تركيز بصير عنا في تهور في القيادة بتكثر الحوادث بتكثر الاعطال في السيارات بصير خراب في الاجهزة الالكترونية واعطال في الاجهزة الالكترونية في الكمبيوترات في اجهزة المواصلات في اجهزة الاتصالات فهاي الفترة يعني احنا منسميها الثلاث اسابيع اللي بدي يتراجع فيها هاي فترة صعبة جدا ومنفضل انه الكل يكون مركز فيها وما يتشتت ما يصرح يعني يكون متزن بالنسبة لكوكب الزهرة كوكب الزهرة هو موجود في الحوت رح يظل موجود في الحوت لغاية سبعة اثنين بعدها رح ينتقل لبرج الحمل وبيظل فيه لآخر الشهر في نفس البرج بالنسبة لكوكب المريخ كوكب المريخ موجود في القوس لغاية يوم ستعاش اثنين وبعدين بنتقل لبرج الجديد بدنا نتذكر التاريخ هذا اللي هو ستعاش اثنين مظبوط بتكون تذكره اللي هو نص الشهر بالضبط ما قبله بثلاثة أيام أو خمس أيام وبعده بخمس أيام بتكثر في أحداث العنف بتكثر في التفجيرات بتكثر في المصائب بتكثر في الأحداث الطبيعية فعشان هيك التاريخ هذا بتكونوا حذرين فيه وتسجلوه عندكو يعني في ذاكرتكو عشان تعرفوا أن الفترة هاي فترة سلبية جدا بالنسبة للمشتري موجود في الجدي حركة أمامية زحل موجود برضو في الجدي حركة أمامية أورانوس في الثور حركة أمامية نيبتون في الحوت حركة أمامية وبلوتو في الجدي حركة أمامية طبعا الكواكب احنا ما حكينا تأثيراتها على الأبراج لأنه هسا بس نذكر توقعاتنا للأبراج رح نذكر الكواكب هاي شو رح تعطينا من أشياء خلال هذا الشهر كل برج على حدة في فيديو رح ننتقل هسا للصوت وتسمعوا معي توقعات الشهر وإن شاء الله إنها تكون مفيدة لإلكوا وتستفيدوا منها وتستغلوها مزبوط وتتجنبوا التحذيرات بشكل أوفى لكم كل الاحترام والتقدير نروح على توقعاتنا الشهرية أكثر إشي بتركز عندكم يا موليد برج الثور هو النشاط الاجتماعي والمركز الاجتماعي والدفع بمصالحك في مجال العمل بتتركز الأمور كلها على المسئوليات اللي في منها ممكن يكون مربك ولكن برضو بد يكون مهم لأنه هذا المربك ممكن يكون ممتاز لموقعك المهني لموقعك الشخصي بدك تنتبه خلال التنقلات وبدك تنتبه لوضعك الصحي إذا حسيت بأعراض جانبية مش غلط إنك تستشير طبيب في لحظات رح يكون في عندك نوع من أنواع الاضطراب كأنك في امتحان كأنك في شيء بدل على فحص الكفاءة حاول إنك للفترة هاي تحديدا تكون جاهز لهاي الأمور وبدك تنتبه على الصعيد الاجتماعي إما من منافسة على مركز معين أو من مشكلة عائلية بتتعلق بأحد الوالدين الزهرة بتعزز النشاط الاجتماعي عندك فعشان هيك ممكن تكون مدعو لكثير حفلات لكثير مناسبات ممكن يكون عندك علاقات كثيرة تتعرف عليها خلال الفترة القادمة وهاي العلاقات أو هاي المعارف ممكن إنها تفتح لك مجالات للعمل مع مؤسسات كبيرة وفي منك ممكن يبدأ بعلاقة غرامية جديدة كوكب عطارد بيدعمك في أي مواجهة أو في العلاقة مع المسؤولين في مجال العمل بعطيك القدرة على تبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء ولكن بدك تنتبه إنه في لحظات أنت بتكون عصب المزاج حاد وممكن إنه أي تصرف من صديق لإلك تفهمه بشكل عكسي أو سلبي وهذا الإشي ممكن يسوي سوء تفاهم ما بينك وبين الأصدقاء وممكن تخسر صديق في هاي الفترة أما بالنسبة للمريخ بيحذر من الشراكات المالية بدك تنتبه للعقود بدك تنتبه للمشاريع اللي بدك تدخل فيها بدك تنتبه للأشخاص اللي بدك تشاركهم بدك تدرس الموضوع بشكل جدي أما إذا كان عندك موضوع سفر ففي أثناء السفر بدك تنتبه تذكرتك أدويتك أغراضك الوزن موعد الطيارة بدك تتفقد كل هاي الأمور لأنه في عندك إشي إلو علاقة بالسفر بحذرك منه إذا بدك تسافر بر تفقد سيارتك يعني حاول أنه أنت تعرف أنه هاي السفرة يعني لازم أنا أكون متأكد من كل شيء كمان أي مشاكل لكم بالفترة هاي ممكن تتطور لتصل لمرتبة القضية أو القضايا القضائية فعشان هيك بدك تكون حذر إنه إذا في عليك أي التزام أو عندك أي مشاكل مع ناس حاول تعمل لها تسوي لأنه الفترة هاي مش لصالحك إنه يرتفع فيها قضية عليك واللي عنده إمتحان بده يركز بشكل ممتاز ما يعتمد على الحظوظ لأنه المريخ شوي بيضغط على جانب إنه بيخليك عندك نوع من أنواع الإرباك فما رح تكون النتائج مثل ما أنت بدك أما بعد 19 الشهر كل الأمور رح تنقلب لصالحك أكثر ورح يكون في دعم ورح تكون كلمتك مسموعة أكثر ورح يكون في مكاسب مادية ومعنوية ورح تنشط كثير اجتماعيا أكثر من بداية الشهر ورح تبحث كثير عن أصدقاء وعن الدعم من خلال الأصدقاء والحد رح يكون حليفك هيك بباختصار أعطيتك توقعات للشهر أسأل الله أنك تنتبه لكل شيء أنا حكيته وتركز فيه مزبوط وتمشي على أساسه خلال هذا الشهر وفي النهاية نقول والله أعلم وبتمنى أنه كل شيء منيح يصير معك كل شيء مش منيح ما يصير معك أترككم في رعاية الله وحفظه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلى اللقاء